هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية للفترة المقبلة ونائبته المنتخبة كمال هاريس وعرب الرئيس محمود عباس عن تطلعه للعمل مع رئيس المنتخب بايدن وإدارته من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني وكذلك للعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن للجميع في المنطقة والعالم